وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة جاء ذلك خلال تفاقد الرئيس للأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار في منطقة مسترد امتدادا لمحور عدلي منصور وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو كما تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال الأعمال الإنشائية في محور شينزو آبي الذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة